أدانت باكستان بشدة أمس الأربعاء القيود المفروضة على صلاة الجمعة والهجمات على دور العبادة الإسلامية في الهند ودعت وزالة الخارجية الباكستانية في بيان دعت المجتمع الدولي إلى التنبه إلى تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا والهجمات العنيفة ضد المسلمين في الهند واتخاذ خطوات فورية لحمايتهم وأماكن عبادتهم وقال عاصم افتخار أحمد المتحدث باسم الخارجية أو الوزارة الباكستانية إننا نشعر بقلق عميق أيضا إذا استمرار تخريب المساجد والهجمات على دور العبادة من قبل متطرف مجموعة سانج بريفار للمنظمات القومية الهندوسية في ولايتي أوتار براديش وهريانا الشماليتين بحسب البيان ذاته أكد البيان أن حزب بهراتي جناتا القومية الهندوسي الحاكم في ولاية هريانا الشمالية فرض قيودا على أداء صلاة الجمعة وأضاف في عمل مقيت آخر من تدنيس المقدسات للأماكن الدنيا الإسلامية ورد أن الجماعات الهندوسية المتطرفة ألقت روث الأبقار في عدة مساجد وقت صلاة الجمعة ولمدة شهر تحاول الجماعات الهندوسية اليمينية في منطقة غوروغرام التابعة لولاية هريانا المتاخمة للعاصمة نيودلهي تحاول منع المسلمين من أداء صلاة الجمعة في المساجد المرخصة من السلطات الهندية